موسيقى كالتين عاجة المحل دي بكام؟ ولا دا؟ انجري start with me لاじゃない انجري Tatmanger احتاه اللو توقف على العفاقة دي مينة الان مقابلة قام بشرجج جدا ا demi أخوك يا أحبي خاني مع الديس إيه؟ أخوك يا أحبي خاني مع الديس تتكلم يا إيدي اللي عمّن؟ فيها دياحة فيها؟ كل أخياتي عمّن وتأسبتلو بيقول لك ديك على فاة يعني قال لك أنا آسف وتدي له على فاة ليه يا أخوه مات رحمك؟ ده ما ماتش بس عيموت النهاردة ويلا من هنا ياه وحن مهدين شاكل عام عم مصنع على نبي حتى يا لأ بس يا أدم ونفتوا خلاص يا أدم ولا ولا الوقت اللي عادلو دوج بعت كده وموقفتش تديرو تعظيم سلام هطلع عين أهلك فاهم؟ ماشي يا أدم ما خلاص يديسي لي من نفسك يا جدا نفر بطني وخلي عندك ده خلاص يا أدم حق عليك وإنت يا لو حد بقي معك تاني ومخزقتش عنيك هعادك فوق مع أخواتك مع الحريب ما تشوفش الشرع ده تاني إيه بقليك يا أبوها دمت لو كنت اتخرتش ياه كنت جيت لقيتنا مع الليه على باب المحل جادة لا دمت حلو هاي محميل يلا يادم بقى يلا جد عمتوا صوتها بيه كلو حشبيتك إيه بدا وشلنتوا عاملين هدي إنتو مش عارفين إن فيه ناس نايمة ولا إيه خشوا جوة بيت بيت تمت بيتك تقول لي كده على أساس إيه يعني أنا ولا مراتك ولا خطبتك ولا حتى قري فاتحتك علي أنا كده بقى حبيبتي بغيرة على أهل حتاتي كلوه ماشي جوة أم فاروق حاضر يا أدم يا ابني ماشي إيه يا ماشي إيه يا ماشي إيه ماشي إيه ماشي إيه ماشي إيه ماشي إيه ماشي إيه إلعب يا قفى يا قفى يا هفى هو ده اللي قطعهم 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 سابي اللي هو الواحد فيكو بيعرف إلعب قاتل كرة دي يا تعال تعال هشوت شوطة واحدة راحتك يا كبير زي أنت لسه مدد دي سا علقة تمام تمين يا مالكو إيه مالكو إيه مالكو بيعرفون حلو مفيش؟ حشوت شوطة اللي حصود ده هتديله خمسة جميلة أنا أفضل يا خمساتك يا آدم آدم استنى بتمشيش عايز أقولك على حاجة يا ابن المحظوظة يا سيس هو إيه اللي ها مركز يعني تراكز أيت رخي نترترك يا آدم ده مجاتش من الوقفين والنوص سعلي قلت لأدم أدونا خليك يا حبيب مرحباً شكراً داً مرحباً داً أنت كنت فين؟ بقص للمفاتحي هو أنا مش قلت لك استناني؟ إيه بيت الشخصية الشارسة دي؟ مش قابل الفطر، أنت مش جوزي، أنت مش خطيب، ملكش كلمة عليا، وبعد الملك زالقاطر كده أنت حتلبخ ولا إيه؟ مش هلق بحكاً عمي؟ نعم، أنت عزاني فيه؟ ما هو أنت لو تعرف أنا عايزك فيه؟ هتقدر فيه بقى؟ كل سنة وأنت تعيد دا العيد بعد بكرة دا مش العيد، دا عيد ميلادك تصدق أنت ناسي يومتي الوحيدة اللي افتكرتي هو أنت معدكش نتيجة ولا إيه؟ لا والله 29-2، اليوم دا أنا لو ممكن أن أنساتك دا بيجي مرة كل أربع سنين أيها فعلا، سنة كبيسة يا عمي أو اليوم الزيادة دا بالنسبة لي أحلى يوم أنت بقى ستة يا عيد ميلادك كمان شهرين بيت علي يجيب لك حتة هدية بس مش هحر أهلك دلوقت إيه دا؟ أنت فاكر يا عيد ميلادي يا عيد؟ يا عيد ميلادك يا عيد ميلادك دا تنسي يا عبيطة وأنا أنسى برضو سندوشات المساقة والمفتاقة اللي أمك كان بتعملها لنا سندوشات مساقة ومفتاقة إيه؟ هو دا اللي انت فاكره؟ نهزر معاك يا عبيطة والحلاوة والجبن الرومي والزتون يبتلي إيه بقى؟ سعداش جاكت دا أصليك؟ بجد عجبك؟ أه والله يا رب يطلع مقازك هيطلع مقازك بعدين انت زوجك حلو يعني لازم يا جبني ها هلو؟ ماسي ها؟ هنفع الظابط ها؟ شكرا أنا هانا وانت بقى بيت مش هنفرحلك بعريز بقى ولا إيه؟ كبرت كده وحلوتي ومنفعش تسابي بقى كل دا ليك علىية بقى يوم فرحك أزوّق لك الفيس با ودوكك ووفير بنفسي طيب هاني حمشة أنا باعش فان ما تأخرش على الشو بالنسبة للشنطة دي با أتخليها معاك عشان هي الملادي الجاي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ايه لأخرج؟ سمعت يا عم انت كنت بتعايد في القناة يا سيد أم يا عم صميمة اخرجة وديها في العيد القناة وحلفت عليها كمان لازم اتمرجح اتمرجح؟ اعمل ايه طالب بازح لأمي؟ اعيتلي يا ابني ما بفرعش غير ان ما بشوفك قدام عيني بتتمرجح لا يا ريدا الأم واجب برضو تعيشوا في التمرجح طبعا بس انت كنت مختلفين في العين؟ انا ما بين الشو والاستبيان اللي الدكتور طلبوها طبعت امتين سؤالها ووزعهم على العيلة النهاردة انت باني يقول لك ايه بقى اهم الزهارة بتقرق المكتمع المصر اعادت اجمع في الزواهر اجمع في الزواهر طبعت ما لقيت نفسي في الآخر بقررت البحث وعملته ايه بقى ايه بقى ايه اهم حاجة بتفرح المكتمع المصر اعندك حقا والله اكيب ملقيتش حاجة اركب اركب يلا بلوك اه بقول لك ايه ايه انا نزلنا بقى اركب هل في الزن؟ لا اعين تسكت اسراعين تسكت اسراعين تسكت اسراعين يحكو بات عربية بكرة سحباهدة مع انا بكرة سحباهدة بعين مش هدفت مش هدفت مش هدفت مش هدفت زهرات محطش قالي نهاردة انه فينو زهرات كده بقى معناه انا وصيش مع عادرات النهاردة عامل انا باكل وزي على الاستبادة الوحدة تستطرب تستطرب ارساايل عني وعني وعني عني وعني وعني الصور هاي بيه تبني شاهنون هاي بيه تبني شاهنون وعني وعني صور علي 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 وعلي الثقول علي تقسل مش هيفور بإذن يطلقون أبن الدولة يا أبن الدولة أبن الدولة يا أبن الدولة فيا الإن اللهWEняя made with the mala أول معقول إن كان كبير أبن الثالر وصفير أبن الثالر و décidé أبن الثالر olshadi بنكا محميلي بوليكم إيه دا يستطلع رائي عايز أهم الظاهرا تو distributions هنا مميلي أعادا لكم خمس دقيقة أبن الثالر وصفير تتبلي بجد السرعة عايزين اهم زهرة تورج الشعب المصري عالي وعالي وعالي هاتولي الوادري بيوزع مشارات هناك ده زهرة تورج الشعب المصري موزع مشارات ايه يا رايز بيان رأيز بيان رأيز جمعة يا جمعة يا الله تسأل وارك شاب بيت اسمك ادم امين عبدالحيل طالب في كلية الاداة بقسم اجتماع وبقالك 8 سنين في كلية مش كده مظبوطة باشا جت لنا هنا قبل كده من 3 سنين قعد انت واقف ليه قعد قعد يا ابن جت لنا هنا قبل الدولة من 3 سنين كنت عامل خناعة مع واحد اجنبي في شرم الشيخ صح مظبوطة باشا بس يعني الموضوع ده انا كنت باشتغل عنده في المحل عشان مصاريف الدراسة وكده يعني في الصيف كنت راح اشتغل على اساس ان انا هشتغل في المطبخ هو صمم ان انا قاب في الحمام لمجرد ان انا عربي كان عنصري يعني وكده كلمة مني وكلمة منه تخلقنا مع بعض ومتضربه وفتح له دماغه والله يا باشا هو اللي مد يده الاول وبعدين الموضوع ده انا خدت فيه براءة ومراته شهد لتعليم عاية كنت بتعمل ايه في المظاهرة يا ادم والله يا باشا انا ما كنتش في المظاهرة اساسا انا بس استغلت التجمع وقلت فرصة اوزع الاستبيان بتاعي عالطالبة عشان اخد رأيهم في اهم ظاهرة بتقرق المجتمع المصري هو ده الاستبيان مش كده هو مش فقر وبطالة وفساد ومحسوبية يعني دي الحاجات يا باشا اللي انا طلعت بيها من صحابي من الجامعة من عالنت مجايزة بقى غلطان فيها كلها يا باشا بس مش شايفة ادم كل الحاجات اللي انت متكلم عنها هنا دي سياسة قبل ما تكون اجتماع بس انا ما شفتهاش كده والله انا عملت اللي الدكتور طلبوا مننا وبعدين حضرتك ممكن تسأله وبعدين يا باشا انا ماليش دعو بالسياسة قبل سوالله ده انا حتى بتفرجش عن نشرة ده كلام يا راجل في طالب في كلية الاداة بقسم اجتماع وما يتفرجش على نشرة الاخبار اعمل بها ايه يا باشا هاني وبعدين احنا ناس غلاء بها هاني بنمشي جنب الحيط ولو فيه تحت الحيط كنا مشينا فيه يعني انت ملكش اي نشاط سياسي ولا ميول حزبية معارضة للحكومة قصة من بلا يا باشا لالا في السياسة ولا عرف عنها اي حاجة ادم امين عبد الحي صدق ان انت وطيب يا ادم وابن حلال وانا مصدقك قادي الملف بتاعك اه انا همشيك اخليك امشيك سيبك بقى من الكلام ده وتعالي نتكلم كصحاب امسك خد سجارة تشكر يا باشا ما بدخنش والله يو ادر اول ده انا من زمان وانا نفسي ابطالها ومش عارف تشرب شاي شكرا يا باشا ايوا يا ابني هات واحد شاي هنا بسرعة والله يا ادم الاسيبيان بتاعك ده قلب عليها المواجهة فعلا البلد بقت غريب اهو ايه ايه وعد تكون فاكر ان انا اتولدت هنا في المكتب ده لا انا زي زيك وبعد كتير قوي على الشارع وبشوف الناس اللي تعبان واللي مظلوم واللي مقهور ده غير طبعا اهلي وصحابي وجراني كلهم عندهم مشاكل تسدق وتهم بالله لا 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 تسيرك بقى من الهيلمان اللي انا قاعد فيه ده انا مرتب ما بكفنيش بالدرجة ان انا فكرت ان انا سيب الداخلية وروح اشتغل ملحن ولا مطرب يمكن الف العالم واكسب فلوس كتير بس ماينفعش احنا مطل اتكلم والله يا باشا خدت بالي من الحاجة غريبة قوي من كام يوم كده وانا بحضر الشنطة والخوة الصغير وهو راح لمدرسة الصبح جيت احطوله كتاب الدين في الشنطة قال لي لا اشي ليه كتاب قلتوله ليه يا ابني ده كتاب الدين مكتوب في الجدوى لان انت عندك حس الدين قال لي لا ما هو مش مهم قلتوله مش مهم ازاي يا ابني ده كتاب الدين قال لي لا ما هو اساسا مش في المجموع وبعدين مدرس العربي بيلغي ويضم الحسنان على بعض لقيت كده فجأة يا باشا الدين بتلغي من المدارس واحنا على ايامنا كانوا بيلغوا حساس الالعاب والموسيقى والرسم وكل دول يا باشا مجالات ممكن يطلعوا جيل ناجح ويشرف مصر احنا كده بنقتل المواهب دي كلها يروحوا فين بيعودوا على الهاوة بيعودوا فين وبتلعوا ما يلاقوا الشغل بصراحة يا باشا النظام ده عايز تغير كله النظام عايز يتغير لا باشا عوز بالله نظام اللي يتغير انا اقصد يعني نظام التعليم مش اه سيف باشا زكا شامبيه زكا باشا افضل ساعدتك ده الملف خليك وقفي على تتابع ايالا مش تابع حاجة يا باشا ولما انت مش تابع حاجة يا رحمك بتوزع منشورات على زميلة ليه لا والله يا باشا مش منشورات ولا حاجة لا في الجامعة بس هو فيه سوق تفاهم السادة العقيد بعد اذنك وبعدين انا حققت معايا وهبقى اكتب لسعادتك تخلير يا سعيد هو امرك باشا خذي ادا من الحجز دلوقتي لغاية لما اتخلصت اجراءات الخروج حاضر يا بان ولاء ولا يا مك اسمعي انا سألت صبر يا باشا صبر يا إبراهيم عفو باشا يا ابن صبر سيب باشا أنا عاوز أقول ساعتك على حاجة الودة أقل مما تتصور بكتير وبعدين كل المعلومات والتحاريات اللي جات لنا عنه إن ملفه أبيض ونظيفه زي الفل الله يبايد أيامك عشان بيه ونور لك قلبك تتعلمني شغلي ولا إيه؟ فيه إيه عشان بيه؟ العفو يا باشا أسف العيال دي ما بيجيش غير بالعنف العالة عايزين يعملوا فوضة في البلد مش كلهم ساعتك مش كلهم لازم نفرر ما بين البريء اللي اتاخد في الرجلين وما بين المزنب اللي بجد وما عليك بقى عرفت أنه بريء إزاي أولا ساعتك ملفه فاضي نفيهوش ولا زبقا سانيا وده الأهم إن إحساس الأمن أكد لي كده يا دي إحساسك الأمن اللي انت فلقتني بيه يبني أنت ظابط أمن دولة معه عشان أنا ظابط أمن دولة لازم أدي النفس الفرصة أني أقايم الشخص اللي واقف قدامي قبل ما تاخذ ضده أي إجراء دي أروح نسعدك ولا إيه؟ طالما جيه هنا واقف قدامك يبقى حوالي شبعة ومهمتك كراجل أمن أنك تتحقق أمن ده عشان تقدر تحقق الأمن والاستقرار للبلد وهو أمن والاستقرار للبلد ما يتحققوش إلا لو عملنا ولادك أنهم مجرمين وحرمية يبني أنت مهمتك أنك توقف المشكلة قبل ما تحصل مش تستنى لما المشكلة تحصل وبعدين تبدأ تفكر لها في حال الأمن أهم سلعة ولو فلت الزمام وفلتناه كلنا أعرفها في ستين دا البلد دي حتولع في سانية ده شغل أمن دولة أحاديب أقول تاني وأفهمك ولا إيه لا أعرفها في سانية الأن سلعة الآن هذا ما أريد حسنا سأبدأ سأبدأ أعجب أن تتحقق المشكلة وعرف أن تتحقق المشكلة وعرف أن الوقت هو المال لا تتكلم يا ريشد لا أعرف أن أتحقق أتحقق تحققني أنت تحققني هناك تحقق أصب لأجب أن أتحقق أتحقق حسنًا. 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 وأنا سألتك أنك سألتك المزيدة في أجد. مزيدة جميلة جميلة. شكراً. حسنًا. شكراً لكم. حسنًا. المرة دي جات سليمة. المرة جاية ما طمانش. ممكن تطبل على دماغك ودماغه. لا باش يا حمار. إحنا نز غلابة وملناش في السياسة. ما أنا عشان كده استدعيتك. عقل ابنك. خلي يركز في مستابله. بدل ما يتلمى عليه شوية أهل صيعة. يملو دماغه بكلام فارغ. حاضر يا باش. حاضر. أبعد ساعدتك إن من هنا ورايح. مش هتشوفه هنا تاني أبدا. يا ريت. لأنه لو شفته تاني. أنت مش هتشوفه تاني. أنادر. الرجل اللي عندي تسلموا ابنه. خليهم روحه. الله يعمل بيتك يا باش. الله يكرمك وسع ريزقك. تشكيني باش. الله يكرمك. الله يكرمك يا باش. خش. خدر. خش. آدم. آدم يا حبيبي كده. كده يا ابني تخلع الفور. كده يا آدم. ليه كده بس. ليه كده يا ابني. احكي ليه. عملت ايه. ايه اللي حصل. عملوا فيك ايه. أنا كنت في الجامعة داخل الجامعة عادي. لقيت فيه مظاهرة. حمد الله على السلام يا سادم. مظاهرات. مظاهرات ايه اللي انت تمشي فيها دي. احنا من امتى بتوح مظاهرات. يا خل انت مش فاهم حاجة. يا خل انت مش فاهم حاجة. يا خل انا بلازفت بقى. ايه ده بس. مستنى انت كمان. عمل لي مناضل بتمشي المظاهرات. يا با انت مش مصدقني ليه يا ابو. والله يا العظيم تلاتة ما كنت في المظاهرة. انا نبهتك قبل ما تروحك كلية. قلتلك احنا من سكة والناس بتوع المظاهرات دول من سكة تانية خالص. يا ابني احنا ماشيين جب الحيط. كل هدفنا ان احنا نكسب لقو بيتنا بعرقنا. قلتلك ده ولا ما قلتلكشي. يا ابو انت مش مصدقني ليه يا ابو. قلتلك ولا ما قلتلكشي. قلتلي. ولما انا قلتلك وسمعت كلامي. ما بتعملش به ليه. ولا عايز تقضي بيت عمرك ورا الشمس. يا ادم. يا ادم ابوك بيحبك وخايف على مصلحتك. ما هو قالك اهو. خلي والله العظيم تلاتة ما كنت في المظاهرة يا خلي. وانت ايه اللي وداك عندي المظاهرات من اساسه. يا ابو انا مش في الجامعة يا ابو. انت الجامعة مالها وما اللي مظاهرات. يا ابني الناس بتوع المظاهرات دولت من سكة. واحنا من سكة تانية خالص. جري يا امين. ما تخفى على الوقت شوية. ما هو ده اللي انت فلحة فيه. خفى على الوقت يا امين. بقى كله بسببك. انا. وما الامي. مش انت المسؤولة عن تربيتهم وتوعيتهم. اراهني كما الوقت خاب بسببك. الله يسامحك يا امين. ما هو ده اللي انت فلحة فيه. الله يسامحك. تعمل لي عاملة وترجعت. قولي لي الله يسامحك. ايه. ايه. ايه ده. انت بتميزدك عليها يا لا. انت بشديني. والله يا عقل. لا اسمع. اذا كنت فاهم انك انت عشان بتصرف في البيت. تبقى كمان ليه كلمة هنا لا. انا هناك كبير. اللي يا كله قميتي يسمع كلمتي. اسحى. انا هناك كبير. انا اللي كلمتة لازم تنشي. قولي مش هاسبع كلمة انت عبر البيت. انت فاضل برا. برا. ايه يا امين حراب عليك يا. اخوضي انت. برا. برا. ادم. 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 راح فيه. متزهالش منه. ده في الاول في اغربوه. خايف عليك. اخوضي انت. ادم. 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 اما انت. ادم. استنى يا ادم. استنى يا ادم. يا رب موت لو ما استنيت. تسيبيني يا هنو. لا مش هاسيبك. اطلعيا يا فاتي. لا مش هاطلع يا ادم. يا سيت اطلعي بقى. مش هاطلع. ما بحبش حد يشوفني كلمة. أنا مش حق تيها أدب تحلوها وعليك طبعا لو حسنتك طيب يا حبيبتي طيب يلا أكلمك بعدين حبيبتي وحبيبتي دي بقى اللي مصحيها لغاية دلوقتي م� بتكلمين يا بطة وهذا وله ده 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 بتكلمين يا بطة صاحبتي بدأ أنا الموضوع بكده يبقى حتشوف يوش مني زي الزفت بتكلمين يا بيت بص بصراحة يا أدم ده واحد اسمه مرزوق مين مرزوق ده ولا بيزفت ايه ولا عرفتي فيين ده بص يا أدم انا هحكيلك على كل حاجة بس ويعادني ان هو يبدل سر ما بيننا احكي يا ماما احكي حبيبتي بس احكي بصراحة عايز يخطبني كاني مجد؟ طيب ولما هو عايز يخطبك بجد بقى مجاش للبيت قابلنا انا اللي مكنتش عايزة كنت مستنيها الوقت المناسب وامت بقى روح خالتك الوقت المناسب اللي تشوفه يا أدم انا عايز قابل الوقت ده اتفقنا؟ اتفقنا كبيرت يا بيت تتخبي؟ ام؟ هم؟ 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 عليكم الله اتفقنا 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 الف سلام عليك حبيبي يا سلامك اكتب منه يا جماعة جاد سليمة الحمد لله اسمي يا دكتور جبدك على ملوشك يعني هو كويس يا دكتور الحمد لله طبعا جنوك قطر خيرك يا جماعة الحمد لله كويس يا حبيبي يا ابني منه لله البعيد ربنا ينتقم منه أشد انتقام قادر يا كريم يا رب هو آدم سابه ده ده علق تموت ربنا يحميك يا آدم ده أنا ما شفتش في شهامتك وجدعانتك دي حد أبدا ليه بقى ان شاء الله وعمل ايه يا زيد من اللي أنا عملته ما أنا مسكت الحرام الديت وعلق تموت لو لا هو اللي جي أمتزه من ايدي حصل حصل ويا تقويرة قدامي ده من ايه أعمل دي اه لا ده ده أنا كنت بحلق وبعدين وقعت على الفاظر حصل حل الله يا صاحبي آدم ما يتخافش عليها جفارة مش غريب عليك والله يا آدم هيا دي أخلاق ولاد الكانتري شكرين على المعلومة يا خواجة منفضلك يا جماعة الدكتور قال الكلام خطر على آدم تفضلوا تفضلوا تصبح لكير تصبح لكير عزين نام تفضل حضرتك ألف مليون سلام عليك يا أحلى منضل في الدنيا في ايه بقى هاته بالدلعي ولا ايه ان شاء الله يخليك نعمل ايه بقى ضغط واطي وهبوط ونفس مكروش يظهر يا ولا العمر خلاص ما بقاش فيه بعد الشر عليك ما تقوليش كده ربنا ديك الصحة وطلط العمر بعدين ما لك محسسان انك كبيرت كده وما لانا اقول ايه مثلا عارف يا ولا يا آدم اللي مخليني بحبك من وانت في اللفة حنيتك دي ولسانك الحلو يا بختها ويا هانها اللي حتتجوزك ربنا خليك يا منضل انت بقى استعشان بتحبيني زيها لحبتين كده بقولك ايه يا ولا يا آدم انت مش ناوي تتجوز مفيش يعني واحدة عجبيتك كده مفيش واحدة خبطة قلبك والله فيه يو طب ومساني ايه انت عارف بقى امام انضال وانا بقى ليه 8 سنين بدرس وزور في الشغل وحياملك بطع يعني شوية نا خلاص توكل على الله واخطبها وهي لو بتحبك هتستنى طب انت عارفة مين هي بقى هنة طب ما انا عارفة يوالا 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 اللي ما يشوفش من الغربال يبقى عمر وعبكو دا يا جيل يا جديد انكم فهمين ان احنا مش فهمين زيكم طب اعمل ايه ما هي المشكلة في عباد بس ولي خلقك طول ما انا عايشة انت وهانا لبعضيكم يسمع من بقك ربانا يا عسل انتي يامين يا رب صلنا بصراحة بحب هنا اول وانا كمان بحبك يا ايدي انا مصالة لانا شوف البيت بجد هنا وانا والله العظيم بحبك اكتر وباذن الله باذن الله هخليك يا اسعد واحدة في الدول ايديك يا بيت هات ايدك يا بيت شوفوا بقى احنا حنقرى فاتحة وحتكون سر بنا لغا طب ما نشوف مشكلة عمك عباد دي ايه يا رفا بسم الله الرحمن الرحيم ليه بس يا عم امين انا كل غرضي اتسطر انا وبنتك يعني ايه الجوازة بازت لا لا سمح الله يا امو آدم هو كل الموضوع بس ان الترتيب هيتغير ترتيب ايه ان شاء الله انا اتفقت مع اخواتي البنات وجوازهم انهم يشتروا نصيبه في الشقة يعني وبالفلوس اللي هاخدها منهم هقدر ادفع خلوه رجل واخد شقة جرق دي الله يعني هنسكن لوحدنا يا مرزوق طبعا يا بطة وانت يا أقل من اللي بيسكنوا لوحدهم ولا ايه لعم خدتنا يا عم الله يا مرزوق خش جوة بيت طيب يا ابني وآآ هم اخواتك جاهزين بتمنى الشقة دي لا يا عم ما عامش ولا مليم ما عامش ولا مليم هم اللي تدفع الخلوه ازاي مرزوق ما وهم هيدخلوا جمعية مع خلتهم وآدم ولما يقبضوها يدو هاني وقدر بقى ساعتها يكيب شقة محندقة كده واللي بقى عليكم عليهم ازاي يعني يعني انا هجيب الشقة وانتو شطبوها وفرشوها وفعرف مين بقى ده ان شاء الله فعرف الظروف يا خلتي يا اما هو يقصد يعني نخلي شوية عليه وشوية علينا وهي هتمشي يعني يا ابني العرف بيقول ان العريز بيجيب الشقة ويفرشها ونص الفرش عليه ونص الفرش علينا اعم امين بس يعني انت عارف الحالة ضنك هي ضنك عليك لوحدك يا ابني ما هي ضنك عالكل عالكبير قبل الصغير طب يا جماعة انا عندي حل انا اجيب الشقة واشطبها وانتو بقى افرشوها حلو وانا مش طالب منكم فرش كتير يا جماعة انتو هتقودة نوم ومطبخ حلو يا ابن استنى حلوة 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 ايه بيقولك قط النوم والمطبخ يابا قط النوم انت هتجيبها وانا هجيب المطبخ وانت هتجيب فلس المطبخ من ايه يابا ربك بيرزق يا ابا خليها على الله بقى ماشي يا عمامين حلوة ونعمة بالله يا ابن حلوة ونعمة بالله يبقى نرى الفتح يالله يا بقى نرى الفتح يا ابا ما تيرى يا ابا امرنا لله بسم الله ايه؟ عم زغروطة بقى سامعنا زغروطة صبا بقى اللي قولك خلي الزغروطة دي عندنا ديسي ديسي اللي تشك في لسانه عمالي عكس هنا في الرايحة والجاية ومحدش قادر ينمه ديسي موسيقى 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 عالبنتي ولا عكسها قاسي بالله العظيم اجيب لها حقاها ثلث ومثلث طب ما انا جبت له حقاسي بزعلان ليه بقى؟ مش زعلان ولا حاجة ادم بس قاسي الديسي ده حالة خاصة خاصة؟ خاصة ازاي يعني؟ ايه يعني يا عصر الديسي وابوه طلبوا هنا طلبوا هنا؟ طلبوها فين بقى ان شاء الله؟ يطلبوها فين يعني؟ طلبوها للجواز يا سيادم؟ ولا المسهود يطلبوها منك انت يا عمي اما عاجة غريبة اوي اكل الديسي الجوز هنه؟ اه؟ الديسي هي الجوز هنه؟ ماهلو الديسي؟ عيبو ايه الديس؟ على الاقل ما اتهدر ومن وهدوه؟ يا ابني ده جواز والجواز مسؤولية محتاج اللي شيء اللي هنه؟ طبو اه وهنه رأيها ايه؟ رأيها؟ وهن عندي ايه هنه يبقى رأيها؟ هنه طعبوه اللي انا اقوله يمشي عليها وحد يخلي فوع وبعدين ده لو انت خايف على مصلحتها انا بجد شجعها عديسي مش بتقول انها زي سامية وبطة اهل لها وبعدين لعلمنا احنا خلاص اهلنا فتحتها انا بحب ادم وحتجوزه حب ايه وكلام فارغي احنا ليه اننا في الكلام ده بيت؟ يا بابا انا لازم اكون فرحانة اني بتجوز مش مخصوب علي احنا عمرنا ما هنغسب عليك يا حبيبة قلب ده بابا عاملك قرية الفتحة مخصوص عشان تقتنع بي وتتعرفوا على بعضي الفتحة بتاعتكو دي بايزة وما تجوزش ما تجوزش؟ ما تجوزش ليه ان شاء الله؟ ايوه ما تجوزش للي اني مقرية فتحتي يا لاوي مقرية فتحتيك على مين يا بيت؟ قدم قرية فتحتي مع ستي يبقى قدم هو اللي احق بيه ويه الكلام ده يا حمادي؟ اهوه الشاب جدع وشاه وما حابش يعرفها من وراء اهلها فجأني وصرحني وقالت مع فتحة لا غطة ما نشوف معك صرفة يعني ايه؟ يعني انت قرية فتحة بنتي من غير ما نعرف ايه؟ هو انا موت ولا اكونش موت وانا مش حقارف ولا اكونش انت ميت ابوها معلش يا اخويا هدي نفسك مع ازاي اما تعملي كده اما من غير ما تشري علينا لعلمك يا حمادي انا ولي امر البيت دي سرعا وقانونا والفتحة اللي قرية وها مع الوضع الصيع ده ملغية ووروا اني بقى حتى في زوال شها ما فكرة يا ايه؟ انت اللي فتحتني في موضوعنا مش انا؟ معلش اعتبر ايها غلطة غلطة؟ انت بتعتبر مسرحتنا البعض بحبنا بعد سكوت سنين غلطة؟ اه غلطة لان انا وانت مشينا ورا مشاعرنا واحلامنا وانسينا الحقيقة حقيقة ايه؟ حقيقة ايه اكتر من ان احلم الحب بعض؟ حقيقة ان الفقير ملوش حق يحلم لانه اصلا ما بينامش من غربه انا كنت فاكريك اقومي كده ياريتك مسرحتنا ياريتك مسرحتنا بعدين ايه حم المكان الله الباه اللي انت جيبنا فيه دا؟ هو انت وعلي عندينا ولا ايه حم امين؟ وبعدين ده ما هيكونش آخر في تعامل بيننا فانت من هنا ورايح لازم تدلع نفسك ايه تدلع نفسك دي؟ ايه؟ وهتكون فاكرة من هنا اللي هدفع الحساب لا ما تخافش أي حساب وأي طلبات عندي مهم جبت بقية المصلحة ايه ام ليه؟ عشر خلال جنيه ورد متينات يدبح رجب تنحمامة عالي جبت الترخيص؟ جبته ام ليه؟ اهه ها دي الترخيص اه ها هتخطبوا لنا بكرة زي ما اتخذناه؟ مو بكرة ليه؟ مادم انت حلت لك وايه؟ بيبقى انا كمان لازم افرقك اخي انا ليه تخدم معي؟ الله عليك الله عليك يا أمين يا مترتب والله العظيم انت رجل عشرة على عشرة انا طول عمر احب النظام ها وعلي بوسها كمان الف مبروك موسيقى 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 انا اتجلب ولا ارجع الجهاز لا لا اعمل رجع السجارة حين الف مبروك يا عريس الف مبروك يا بطة ربنا اتمن بخير ان شاء الله الله يبارك فيك اقبالك يا هاد ولا كبيرت يا بطة وبقيت عروسة اقبال ما اجيب جهاز ولادك يا رب اقبالك يا آدم ان شاء الله قريب ده بيت امين عبد الحي سلامة ايه بش ويقول يا ودي يا اديس يا الحكومة في الان تقدم ايه بيقول له هبض علامة عمين في رشوة وكمان ايه جايني يكبسوا عليه عشان يزقوطوا الفلوس اللي اابض كلام اللي بتقوله ده يا ديس حرام عليك يا جادة عمامين ترعم راجل نديف وسمعته زي الجنيد ده ههههههه وضيف مش انا اللي بقول يا سيمين الحكومة اللي بتقول ولو مش بزدقني روح اسألهم هدي اخر المش العاوج والابضة بالايد الشمال ده بكرة تبقى فضاعتهم بجلاجل فضيحة بس ده فضيحة بريحة واللي ما شمش القبر بكرة هيشم وريحته ومنتنا تبقى في كل مكان هحمدك يا رب ده ربنا خلصلك يا ولا طارك يا حبيبي حبيبي يما انت متهم بتقاضي رشوة والتربح من خلال وظيفتك الحكومية يا سيدة مين انا خل بالا ساعة البيت انت متصور صوت وصورة وانت بتاخد بقية المبلغ يعني القضية لبساك لبساك مفيش ده على بينكار اخد الرشوة ولا لا غزبا عني يا ساعة البيت والله غزبا عني الدنيا كانت ملطشة معايا ومش عارف عيش كنت مضطر والمضطر بيرك بالصعب مفيش اصعب من فساد الزمم والاخلاف ولا ايه يا سيداني عارف عارف والله يا ساعة البيت انا كنت عايش بما يورد الله وكافي خيري شري وراضي باللي بيبعثه ربنا بس مش زمي انا ترسف مكنا والمكنا كلها مصدية يعني كان لازم الصدا يطلني ساعة البيت انت لو حطيت تفاحة بايزة جوه وقفص تفاح سليم القفص كله حيبوزه يا عفل شوفوا مين اللي ساب التفاحة اللي بايز جوه القفص لغاية القفص كله ما باس يعني انت معترف انك اخدت الرشوة وانا الواحد اللي بياخد ساعة البيت ما البلد كلها بتاخد من كبيرها لصغيرها بياخد الكل اللي فتح الدرج ومستنى السبوبة اللي حعماله صاحب المصلحة هو في حد عايش على مرتابه النهاردة قبل ما تحسبوه نحن بيه حزبه الكبار الكبار اللي باعونا برخص التراب اخد عمولات بالملايين واللي هو الغلبان في البلد المالوش ده هو اللي لازم انضرب على بطنه لحد ما يموت ما تكتبش الكلام بياب عمامين حسب على جلامه قبل ما تلبس قضية تانية مجد قضية الرشوة ما عينش تفرب معا يا بيه أنا خلاص راح في ده يا راح في ده دي سيق عليك النبي دوروا على راس التعبان وقتعوه دوروا على الكبار بخدروا هموس من قدامنا وسبونا ليسأل الله فحق الرغيف حافظ مش لاقيينهم دوروا عليهم وخلصوا البلد منهم عشان مغلاب اللي زي حلق تحت يعرفوا يعيشكم محكمة بعد الاطلاع على أوركوة مستندات في قضية رقم 38 جنيات قاهرة حكمت المحكمة حضريا على المتهم فتوح محمد هاريلي والمتهم أمين عبد الحي سلامة مرتشي موظف عام وذلك بالسجن ثلاث سنوات لكلنا منه مرتشي موته مشيولة يا شيخ آدم يا بش مش تلابسوني يونيفورمي ليه؟ يونيفورمي يا بش الجلبية والطاقية والسبحة ما تأخذنيش يا باشا مش فاهم حضرك تقص ليه؟ يابني عدة الشغل يا ولا أصف زي ما تقول كده يعني خير اللهم اجعله خير يعني جات لي كده صورة في المنام وانت لابس فيها أبيض فأبيض الجلبية أبيضة والطاقية أبيضة وماسك سبحها خضر بسم الله ما شاء الله عليك سعى الخضر وقال إيه؟ داخل مسجد الرحمن في منطقة أبو العيلة وقابلت كده ناس نابسينها بيض فأبيض الناس منهم الطيبين دول هاتين بتخططوا لحاجة؟ بتتكلموا في حاجة؟ نوين على حاجة؟ بس سعيتها بقى أنا صحيت محرفش بقى كنت بتكلموا في إيه يا له؟ ما كناش بنقول حاجة يا بيش أنا كل الحكاية أن أنا اليومين دول تعبان وظروفي من لخبطة معي فأقلت أنزل أصلي الفجر بصدفة هناك قابلت الناس ما عرفهمش قالوا لي تعالى أحضر معنا درس الدين عينك ما تفارقش عيني تتكمني قالوا لي تعالى أحضر معنا درس الدين أعدت معاهم وحضرت الدرس كنت محتاجة أسمع كلام ربنا يا طميني واتطمينت يا رحمك؟ عينك ما تفارقش عيني ولا خزهم لك؟ هم؟ أنت متعود تروحك دياما ده؟ هم؟ أبداً أماشا وأنا بروح بس في الجمعة والعيد ام شو معنى الجامعة ده تحديداً؟ أبويا أماشا كما عودني من وانا صغير هروح أصلي في الجامعة سيما تقول كده كان فرحان دخل الفتي عشان أنا الولد الوحيد على البنات بيخدنا يروح نصلي في الجامعة كل الحكاية كان نفسه من ابن وقلبه يتعلق بالجامعة كد حضرتك عندك ابن ونفسك تشوفه كده نفسك تشوفه قلبه متعلق بالجامعة مش حضرك عندك ولاد برضه لعشان ده تلهم لأبن يا سيف باشا اهدى شوية الله مالهاش لازمة العصبية دي كلها وبعدين أنا بقى احساسي بيقول لي ان الودة مالوش في أي حاج هدعون تقول لي احساسك مش احساسك يا أخي فلقتني بإحساسك ده بقولك يا شام الودة كده شكله مش حاجبني أنا كره لله في لله أنا حايزك تريحني وتحط الودة تحت المرابع وحفكرك حاضر سعدك بس اهدى شكله كده حويت وتربية جماعات اشتركوا في القناة موسيقى بقى عروسة ساعة وجايلك ان شاء الله الرصيد خلص موسيقى فتجوه معه حبيب قلب يا ابو حميد بقولك يا معلم متخلي الجدع وتجيب الطلب ده واصله انا انتعرف لم استاذ بوهري وانتعرف يا ريس فتحتي النهاردة متباشر ايخين بقى حط حط حاجة خلاص يا بيدي الف الف مبروك يا حبيب قلب عبالنا يا رابب ان شاء الله حبيب قلب عشاءه حبيب قلب لقد مرسلت لجلسة مرسل مرسل مرسلت لك متأكد قليلا كانت بسيطة جداً. لقد كانت بسيطة جيدة. أحاول أن أتحرك بشكل مباشرة. أرجوك. أرجوك. حسناً. حسناً. أرجوك. 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 ماي أفهمني؟ أمي الأرم. أحصل على قريبا. أرجوك. لا أعود. أرجوك. أسون تتعلم. أصبح فقط أرسل. سيكون آخر أحب أن أدعو كلها أوه لا حول أنك يستطيع كنت أدعو كلها وحول أننا لن أدعونا معا وحول أننا لن أدعو لنصنع لقد أعتقد أننا جميعا؟ شكرا جزيلا أنك فقط أختي ماذا عني شيء اريد تشعر ملتك من هنالك ماذا حدث؟ الآن عاية جدا قلتني يوهر لايقن المكونا التي تشعر بها لذلك الآن ربراراراراراراراراراراراه لماذا ايضاً لك مرحباً سأجعلها تحضير تحضيرك فقط اتتخل ماذا؟ اتتخلت جيدة اتتخلت اتتخل اتتخلت بي لن تفعل هذا تشد ايه ده ؟ واحد بتمانين بناس تمانين اللي هواخدعلك عمه دم ماشيه اهنه نهي ما هو كتبكت؟ يوه اوه اوه يوه اقمة بس استهدى بالله بس استهدى بالله في ايه؟ بيقول ايه ده جوزك ده؟ لا مش جوزي معلش استهدى بالله استهدى استهدى بالله وات يا خواجه ايه ده بس يا عمي خواجه درينك ايه بس متأكد ان ده مش جوزي قلت لك سعداني مش جوزي لات مي تتعلم لك انا مهدسة نيلا تجور اعملت له تجورات فلت وكنت جاهد كت خلاصي تباين بولي واواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواوا اشتركوا في القناة 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 هتزعل عليه اشتركوا في القناة 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 في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وفي القناة اشتركوا في 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 القناة هسيب أكيد هتعرفها واحدة واحدة مفهوم؟ مفهوم؟ أهلاً إزايك يا سامي عمّة إيه؟ إزايك يا عليا؟ يا ترى ماما موجودة؟ آه موجودة تفضلي تفضلي برسي تفضلي تفضلي هيا يا حج أخبارك إيه؟ طمينيني عليك؟ الحمد لله زي الفل ولا إيه حماتي؟ الحمد لله فضل ونعمة من عند ربنا إنت مش كنت نزل يا مرزوق ولا إيه؟ آه هشرب بس كبات شاي معاك وكده وبعدين هتكل على الله بطة عملي شاي لخطيبك حاضر يا أمو تشرب إيه حبيبتي؟ لا 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 مرسي أنا جاي في السريع ومشي على طول لا ده كلان أنا هعملك شاي يا ريتي حجة لو نبقى على انفرد على انفرد ليه؟ مفيش حد غريب هنا كلنا أهل وسات رغاة على بعض أيها بس يعني ما تخفيش مرزوق دايب خطيب بطة بنتي وبعدين ده صاحب آدم قوي طبعا يا حماتي أنا فديك وبرقابتي بس أنا عايز أعرف الأستاذة عايزة إيه بالضبط آدم عايز يقابلكم آدم؟ طلب مني حدد معاك ومعاده مكان المقابلة يعني هنروحه في المكان اللي هو مستخبي فيه؟ لا هو هيجيلكم في المكان والزمان اللي انتو تحددوه آه بس أكيد يعني مش هنقابله في مكان عام لا حسن لقدر الله ينكشف يستحسن يكون في بيت طبعا أيوة بس البيت هنا ماينفعش البوليس أكيد مراقب البيت ومستني وصول آدم في أي لحظة خلاص في بيت حماتي بيت مداري وبعد عن عيون البوليس تمام كده اديني بقى العنوان عشان بلغوا بيه قولي له في بيت حمات أختك سامية هو عارفه طيب تحبه إمتى يا حجة؟ خيروا البيت لعجله يا ريت بكرة آآ 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 قدم وحشنا قوي وعايزين نتطمن عليه أعني خلاص بكرة الساعة اثنين الدهر هيكون في، المعاد والمكان اللي حضتتوه يا رب يا رب يا رب ليه يوم ما خلتيها تفتح السيرة قدام مرزوق؟ الله فيها إيه يا بنتي؟ مرزوق ده هيبقى جوز أختك بطة وزات رغطة علينا ومش ممكن يفكر يأزينا يوم ما تنسيش إن مرزوق ده أمين شرطة أيو بس مش ونكر هيفكر يأزينا أبداً جرى إيه يا سامية؟ تشكف مرزوق؟ اللي احتياط واجب يختي ده يمكن مع عبد جوزك بس مرزوق أبداً ده جدعو على كل الجدعان بعدين بقولك يا سامية إذا كنا أمناها على بنتنا مش هنأمنوا على سرنا كمان يا باشا البيت اللي اسمها عليا الصحفية دي راحت زارت أهل آدم وقعدت عندهم حوالي ساعة وبعد كده نزلت الله وإيه اللي يؤديها هناك؟ مش فيه أمر من نايب العام بحظر إنها شرفوا القضية دي تماماً أيوة تمام ساعدتك بس ما تنساش إنها زميلته في الجامعة يعني ممكن تكون راحت تطمن على والدته ولا حاجة؟ فيها يا شامبي هو أنت معنا أولا معاه؟ أنا مع العقل ساعدتك والعقل بيقول إن إحنا لازم نقلب الموقف من جميع الزوايا عشان نوصل لاستنتاج صحيح آه يعني حضرك تقصد إن أنا ببص المواقف من زاوية واحدة والله يا شامبي يعني ومنكم نستفيد لا يا باشا العفو أنا ما قصدش والله أنا كل اللي أنا قصده إن أنا بفكر بشكل مختلف عن ساعد آه يعني أنت تقصد إن أنا بفكر بشكل دير متحضر جلال يا سبي أنا ما قصدش أي حاجة من اللي أنت بتحدي أنا أيه برضو يا شامبي ما تاخد بالك من كلامك ألو هيا مرزوق تقول إيه؟ قليك معايا نعم في بيت حمات سامي يا أخت آه الساعة كم؟ تمام تمام عارف أنا الانوان ده مرزوق أول ما قدم يوصل تديني لنا هكون عندك في ثانية مفهوم؟ مرزوق خلي بالك أنا ما بيحبش الهزار على السلام فور جت يا باشا عايزك تبجهز الصبح إنت والرجالة عايزي بندخل نجيبي الودة في دقيقة مرزوق اتفعل معايا أول ما قدم هيوصل عنده هايديني لنا مفهوم؟ مرزوق 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 ايهو عند اتأخر يا بطة؟ متقلاقيش يا هانا وما انخلتي صبرة فيه؟ سبقتنا هيو يحيي عندي سامية انتي متأكدة انه هيجي؟ بإذن الله ان شاء الله كلنا هنشوفه متقلاقيش بقى طب هيو حماد سامية سكنة فيه؟ يبين انتي هنا فابول عيلة اخر الشارع وانتي ما تعرفيش؟ بيت هانا انت راح فيه؟ انا رايحة معاهم عشان نجيب الكهربايات عشان جهاز بطة الكهربايات اوزفت ايه؟ يمشي نجر على فوق ليه كده بس عم الحاجة؟ ما تسيبها تروح تتفرج براحتها دي حتى عروسها وعلى وش جواز انت مال امك؟ تدخل ليهت بيني وبين بنتي يا ريخي انا بس يعني يقولك بس بس مرزوق تذكر يالله اسفطال على فوق اطلعي انا اطلعي اسماعيك بطة يالله ان تقلقوا تهم ايدم 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 توجع قلبك يا ابني ليه يا حبيبي؟ ليه بس؟ ليه عملتك نفسك كده؟ ليه؟ غرفش غرفش طب إلا حصل؟ ليه عملتك كده؟ ليه؟ طب تعال 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 أعود يا ضنايا أعود يا ضنايا إلا أنا سمعته ده صحيح احكي لي يا إلا حصل بالزبط؟ والله يومي مش عارف أقولك إيه ولا أبدأ من إيه بس والله العظيم مظلوم لأنا إرهابي ولا أصدت قتل بجد ليه عندي قتلت بجد؟ كنت مدفع عن واحدة ولي دفع عن واحدة يا ابني يوم يضي وانا ما كنتش أقصد والله العظيم لا أعرفه ولا أعرفه انت حتدت في موقف لايت نفسي بعمل كده ليه عندي قتلت بجد؟ قتلت واحدة أمريكاني آه آه يا قلبي آه يا قلبي يا قلبي كنت بوصل طالب لقيت الرجل ده بيتهجم على واحدة استنجد الجنة لخلت دافع عنها كان قتلنا احنا الاتنين لقيت نفسي غصب عني غصب عني بقتل هل انت قتلت بجهد؟ هل انت قتلت بجهد؟ هل انت قتلت بجهد؟ ايه؟ اللغت عني يخرب بيتك موسيقى 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 بسم الله و إنا بلوك فيك وإنا بلوك فيك وأسم الله و إني أ Vä ملك و إخدوك يا أ Sharem يا اخويا يا حبيبي deme 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 demeem بهذابي أقدم أ我们 Björn أت سوف ا steady قوة حكم الأوة يا هدم حكم الأوية راسب عنينا كلنا يا حبيبي يا ربي ربينا انتقم منك أشد متأم يا معي نحن ترامرينها غلابة بمشي نجم الحيب ومنش دعوة بحق يا ما عابني ادخول لي أنا بنتشوف كل الأول فيه يا سعدة البيه والله هلا عزيب تاته ابني مظلوم ابني مظلوم ما عمانش حاجة يا بيه يا بيه ابني بيحب يطراب الملد والله هيا بيبود فيها والله هي ابني مظلوم يا سعدة البيه ابني مظلوم يا سعدة البيه ترد علي والله العظيم ابني مسلوط هرقتم حتى سلوط افركة الحابي اهمل مكسورة اهمل مكسورة اهمل مكسورة اهمل مكسورة اهمل مكسورة اشتركوا في القناة 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 لازم يهرب عشان واقفين بنرغي في كلام فاضي وراي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة موسيقى جورج اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شريف 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 اشتركوا في القناة 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 ايه الفايدة من هروبك ده يعني هتستفيد ايه ولا اي حاجة الفايدة في انك تسلم نفسك على قلة هتتحكم وتخلص يا اتلك كاي اللي انت عامله في نفسك ده ايه اخرته يعني هتعيش طول عمرك هربار طول عمرك يا غبي اسمع كلامي ما انت كنت بتجري قدامي دلوقتي كان ممكن بتطلقى واحد انشتك يا جيبك الارض بس انا ما عملتش كده وانا ممكن اموتك دلوقتي بس انا مش هعمل كده وانا باشا وانا باشا لو كنت ضربتك دلوقتي مش كنت هدفع عن نفسك راح انا عملت كده دفعت عن نفسي يا رجل كان هعمقوتني كان لازم ادفع عن نفسي ولا انا مش من حق ادفع عن نفسي عشان انا تسوق في اسبع بص يا ادم بص انت يا ماشي انا عملت الصح وضفعت عني عن نفسي ايه عرف كده ما هم دول الكلمتين يا غبي ايه اللي انا عاوزك تقولهم بس مش ليه انا عاوزك تقولهم لقاضي تقولهم لمحكمة عشان نعرف عشان نعرف عشان نعرف لدفع عنك لكن لما تقولك كلمتين دولي انا وفي المكان ده مالهمش اي لازمة الكلام ده يا باشا مش هنا الكلام ده ممكن يحصل في البلاد برا انا ما هنا المحكمة ما بتسمعش غير الكلام اللي انتوا عايزين تقولهم سلم نفسك يا ادي سلم نفسك وانا بوعيدك ان الكلام اللي انت هتقوله هو الكلام اللي انا هقوله وهو اللي هتاخد به المحكمة صدقني بس اسلم نفسك سلم نفسك انسك يلا ادم مش هسلم نفسي يا باشا مش هسلم نفسي يبا حضربك بالنار يا ادم ادرب يا باشا انا ما بحصرش يا ادم حضربك بالنار بجد خدني جوس انا ما قسم من بالله العظيمة مسلم نفسك اوض مكانك يا ادم حضربك بالنار حضربك ايو ادم او امرك باشا لايتو الهدف دالي البحث عنه لم يستدل عني دور اولي في كل حد علم وينفس عد يالله أهدف ما اقول كل راح يتلو للعيدة يبا نزمن لك بسعليه لا 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 اسيف اهدف كل حاجة اتبان بالسوحة واحدة كنت فين كنت عندي الدكتور ما كنتش بترد على تليفونك ليه وانت عنده الدكتور انا قصلا كنت نسمى بول بتعين واي دكتور اللي كنت عنده دكتور الامراض البطمة مش هقولك بقى حاولني على فين يا فزورة ايه سيف حاولني على دكتور امراض النساء المفاجأة بقى دكتور امراض النساء قال لي ايه سهم انا حلاء اخري كنت على دكتور بتعملي ايه سيف الدكتور قال لي ان انا حامل اه 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 ازاي ازاي ايه اقولك انا حامل انا بقولك ازاي اه اه ازاي انت تجنن اه اه من مين انت ايه لا انت مش طبيعي رد عليا اللي بطيك دمي سيف حلبة عندنا ايه انت اه رمالين مش مهم يكون عندي ايه انت ايه انت حلبة اللي بطيك دمي من اه انت مكنور انت مش طبيعي لا لا انت عارف ان العقلي اعادي هنا لا 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 اه انت قدام الدكتور عليك انا ما بخلفش وانت عارف اه اراح هذا ايه لا, sean REM انت مفتارع اه 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 إنت أبني مين؟ رد 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 إيه ورد أبني مين؟ تعرف أن أنا ما أتخلفش طايل يا 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 آدم الحمد لله على السلامة حبيبي عامل ايه انت بطاعت خالب لا لا حبيبي مفيش حاجة خالص في مالك المهم انت عامل ايه كويس مش كويس معلش معلش يا حبيبي بكرة طرق وتبقى زي الفل بص حبيبي لو في حد ادك امانة ورجع يطلب الامانة دي منك هتدهاله ولا لا ما كده هتدهاله طبعا طب تخيهل بقى ربنا هو لدك الامانة دي ربنا عايز امانته ياخدها ولا لا ياخدها وقال الله ابوك تعيشت انت امانه اعجب كده بقى اجمع يا جماعة انتوا فاهميني غلط احنا فعلا كنا فاهميني غلط ودلوقتي بس في منك صح ليه يا علي تفضلي شهريتك ومجدك الصحة فيه على قص حيات بريدة ايه التخليف اللي انتوا بتقولوا هدي انا عايزة ساعد قدم زيكم بالزبط ويمكن اكتر وان كنت نشرت المقال ده نشرته عشان كل الناس تعرف حكايته ايوة انت كده كشفت سر الفيديو في المقالة بتاعتك وده حيخلي السرق يخاف ويكش مننا وما يعرفش يكلمنا تاني بالعكس ده ممكن يتشجع ان هو يروح يسلم الفيديو عشان ياخد جايزة السفارة الامريكاية جايزة مين اهابنا ده كده هيقبودوا عليه يقبودوا عليه ليه عشان هو اللي سرق بالعكس انا حاسة ان السرق الهارد مش هو اللي نزل الفيديو عنه لان لو كان هو كان هيخاف ينزل دقيقة واحدة من الفيديو ده عشان ما يتقبطش عليه همال مين بقى ده ان شاء الله واحد فرحان بالافلام ومعرفش اي حاجة عن الفيديو اللي فيه جريمة الاتل يا جماعة دي الحقيقة وده احساسي الصحفي وما تستهونوش بيه اللي في الجرنان ده يا علي بقى انتي اللي تكشفي سراني المقلة دي خطر جدا على ادم ممكن قوي دلوقتي ينزل الفيديوهات دي يبقى تخلص منها بأي طريقة من كتره خوفه ويبقى كده دليل براءة ادم الوحيد دعب سببك نانسي ممكن تهدي وتيجي تعوضي وانا افهمك على كل حاجة لو سمحت تفاهميني ايه بس يعني احنا بنقول خطوة لقدام ترجعينا مياه الورا ويلي يا دانسي ما تقوليش من المقال اللي انا نصرته ده هيطلعنا خطوات لقدام ازاي يعني واضح يا علي ان المقال ده هيقدمكم خطوات لقدام وهجيب رجلكم بس مش هنا وبالمرة بقى مدام المجموعة كلها هنا تحجبوا تيجوا معنا باحترام ويلي يمتكم واعمل شوشارة خير يا جيجة مش خير يا عبد انا منصور دا فيه خبر منشر في النهور عن فيلم そكافي من افلام الاجنبي اللي عندنا وب够ي على الفيلم ده علي عواء جامع دايها وانا اقولتلك الموضوع دا في حديما مسمعتش كلامي يا بو العمل طب lacoy العمل اتخلص من الارض ده بدقين يجيب لك مشاكل صدق ده عندك حق مديورتو انى لازم اطلع مينه بس انا حامسح الفيديوات دي مع الكميوتر الخالي صح PT بس الارض باきたؤفي من finishing يا عم مسحوة يا عم مسحوة ده ما يجيب لك واجع الدماغ يا عم ما تقلقش يا عم انت حرف انا هخبيه في حتة امان محدش يعرفه طريق بورنا ها ويمكن يطلع لعوزة بوقت من الأول مش كده ولا يا باستقرنا خيالك يا شقي يا علي مش هتري لي بقى جبتي الفيديو من ايه؟ حضرتك الفيديو موجود على النت احنا كل اللي عملناه ان احنا نزلناه ونصرناه واللي حضرتكو لازم تعملو دلوقتي ان انتو تشوفوا مين اللي عمله ابلود على النت لانه هو ده اللي معاك كل الفيديوهات ومن ضمنها الفيديو اللي عليه برائة ادم عبدالحي وليه ما رجعتوا له ناش قبل ما تعملوا عملتكم دي؟ لان احنا كان كل همينا نظهر برائة صاحبنا وانت اش عارف انان ما تعرفش ان فيه حظر ناشر على القضية دي؟ حظر ايه بس يا باشا الفيديو معاك اللي ابلود على النت وكل الناس ممكن تشوفه اسمه ايه الواد اللي عمله ابلود ده؟ والله يا فندم انا الحقيقة ما عرفش اسمه الحقيقي انا كل اللي عرفه ان النيك نيم بتاعه اسمه جيجا واعتقد نحريك تعرف تجيبي والآي بي ادرس بتاعه يعني آي بي ادرس؟ ده ابن الناس ربنا خليك يا فندم تتعرفنا شغلنا اروح امك ولا ايه؟ ما تنزبت يا لا لا يا فندم والله انا بس غرض يخدم نادر خد الواد ده الخبير الكمبيوتر خليه يستفسر منه عن النيك نيم ده ويشوفه نزل فقاني موقع عشان نعرف نتعقبه بالفضل شوف يالله حبيبي اول مرة انكرتي وقلت انك متعرفيش اي حاجة وسبناك تاني مرة قفشنا ادم عبدالحي جنب المزرعة بتاعتك وسبناك تالت مرة بعضت قريبك اللي اسمه امير لامو ادم وبرضو سبناك لكن تتقفش مع صحاب ادم عبدالحي وتقوليلي ان دي صدفة طيه يحصل في عالم سمسن بس يا روح امك انا تكتابة شكلك كده شمال شكلك كده مش مظبوطة بت هتقومك لجيبك هجيبك وعملك قضية اداب انا مش عارفة انتو بتتكلموا علي اصلا مش بولك شمال تيب انت جاتل عربين او الايه انا مش فضيان لك هحطك تحت جزمتي وهنفعصك اخفيك واحنف ان ما شفتك ما تنطعي يا بيت ايه اللي ودك عند علي و كريم و طه انطعي الاحسن قصما بالله العليل قصد هعلقك وهسحلك انا ما رحت الهمش هما اللي جولي جولي علشان اشوف الفيديو واقولهم اذا كان ده الامريكاني فعلا ولا لا بحكم ان انا كنت عرفه يعني و موضوع امير اللي بتقوله عليه ده انا ما عنديش عنه فكرة ممكن يكون عمل كده بحكم شغلته ما عرفش؟ لا بيت وعي وعي بزا اتفى كلامك تمام قفلت كل الخنان صدق يا بيت ان انا صدقتك انا قلت كل اللي عندي عايزين بقى تعرفوا الحقيقة المفروض تروحوا تدوروا على عمل ابلود للفيديو على النات اكيد عنده الفيديو اللي فيه الحقيقة وانتي ما تعرفيش الحقيقة ما هون قلت كل اللي عندي انتو اللي مش مصدقيني ايو ايو طيب حاضر ثانية واحد اصيب باشا ايو ايو طيب انا في طريق انا داخل جوه ها مفهوم صعدة نانسي انا اسيبك كده خمسة مع شنبي عايز ارجع عليك يا عقلتي وقلت كل حاجة عشان تروحة تنامي في سريرك ما عندناش بنات حلوة تنام برا هم ياما قصما بالله لحالففك على مخبرين امن الدولة نفر نفر اكثر فيش يوم شوية عندهم مكتئات بس الله الله بقى كل بتقرافي بترقصي هم بس ايه مستعبليش ها مستعبليش مستعبليش بابية استفدت ايه بقى جل التهزيق مستعبليك اللي بيحصل فيك كده اعادي اعادي ما جاوبتنيش على سؤالي أنا نسي السؤال إيه؟ أنت ما تعرفيش الحقيقة؟ إيشان بيهو أليه حضرتك نشاهد تصدقني عشان أنا بتعامل معك بإحساسي مش بس بعقلية وبجد أنا زعلان منك جدا عشان خبيتي على معلومة زي دي رغم أن أنا جتلك وديتلك نمرتي على فكرة أن أنا بعمله معاك ده أورد لو حد دخل ولا أنا قاعدين دلوقتي أنا هروح في ستين ده بس أنا عملت ده بس عشان نسبتلك أن أنا مصدق في براءة آدم وبجد عاوز أساعده وبجد مش عارف أقولك إيه لو كنت قلتلي المعلومة دي من بدري كنت هتفرق معايا كتير أنا وآدم أعز الحقيقة؟ لا ريت الأمر كان يحاول يتهجم علي وآدم هو اللي أنقذ بجدعنا ورجولا ولما حاولنا نهرب ضرب علينا نار وصل أدم في كتفه كان طبيعي لازم يدفع عني وعن نفسه حصل اللي حصل قتلوا بالغلط صح أنا صح وإحساسي صح والجريمة دي مجرد جريمة عادية ماياش إرهاب زي ما بيقوله أعرفتوا كل حاجة؟ أعملوا بقى فيها اللي أنتوا عايزيني إن شاء الله تشنقوني أنا خلاص كيف هي ويل حد كده؟ لازم أرد له لو حاجة من اللي عملها معايا اعترافك ده هيفضل سر ما بيني ما بينك أيوة نانسي عشان أنا لو ذكرت اعترافك ده في التحقيق إنتي هتروح في ستين داخل وهتتسجني وأنا عاوسك برا عشان تساعديني إن إحنا نسبة براية قادم تكلم جد؟ من أول ما جيت لك وأنا بتكلم بجد بس إنتي لما كنتش عاوزة تصدقيني بس هم يتهيالي لما تخرجي من هنا؟ ممكن تصدقيني طبعا والزبط اللي كان هنا؟ ملكيش دعوه أنا هعرف أخلص الموضوع وبعدين أنا راجل لما أقولك على حاجة لازم تصدقيني طبعا مين يا لنسي؟ تصدقيني نعم تصدقيني امريكاني يا الهارت سوئي امريكاني مين يا بيه؟ الامريكاني يا لا الامريكاني يا روح امك اللي كان عالفيديو اللي انت اساسا بتنكر انه كان موجود عالهارت لا ماشا حدك مش عارف الهارت ده ماشا انا وقده تقليص حق بالوضع سامير وصانع وبصراحة ماشا مكنش عليه اي حاجة مكنش عليه اي حاجة اي لا كان علي يا روح امك كان علي وانت مسحته قدام العيال اللي انت خطفتهم وحاولت تهدئ صح؟ عيال مين بقى مين بقى السبينة انا والله العظيم ما عملت حاجة لا عملت لا عملت يا روح امك عملت اشرف تاخد الهارت لسلامهولي عشان بيه وتنزل بيه المهندس الكمبيوتر دلوقتي تخليه يعمل لنا ريكافر لكل الداتة اللي عليك يلا بسرعة بص بقى عمي جيجا اه ماشا انا عاملك مفاجهة ابسط يا عم برا خليك انا هقلعك ملت واحطك في تشت مياسع وهنزلك فرد الكهرباء شوف انت باعة تحس بايه كلك نظر لا لا بايه انا فعارتك انا ايه انا فعارتك والله انا فعارتك لا تعرف يا سايد يا جيجا بص يا باشا الكلمة خيبة انا عجيب من الاخر بصراحة باشا الفيديو اللي ساتي بتكلم عنه ده كان فعلا موجود على الهرد بس والله العظيم انا بل ايه ده عقب اي حاجة انا كل اللي عجبني في الهرد شوية الافلام الثقافية اللي كانت موجودة وقالت هده هده جيجا انقلهم على فلاشة من غير ملوات سمير مصالح يعرف حاجة يعني وقالت اشوف لهم بيئة كده ولا كده وعمل يوم ايه بها اصلحة ساكن في المصالح بتاعك ده اه عرب ساكن في العرب يا راشة اديني عنوان ولا ادوه لك يا راشة ادوه بس باشا انا اخر علمي بيه ان الوقت سابين المصالح ده مختفي بقاله مودة ومحدش يعرف له طريق جرة هنجيبه هنجيبه يا روح امك لو فعبره هنجيبه ادم ادم اصحى ادم ايش عام بيه؟ ودخلك لوحدة مرضيتش اخلي حد من اللي برا يدخله معي ما تفكرش ومتخلنيش اعمل حاجة عندما عليها اسمع ادم يا دي انت في ادلة كتير بتبرقك اسمع كلامي سلم نفسك علشان يحققوا معاك وتخلص من الورطة الهباب اللي انت فيها دي الظهر يا باشا انك مدمت انك سبتني امشي المرة اللي فاتت الظابط اللي جواك غالب انسانيتك بالعكس انت مش فاهم اي حاجة يا ادم ما تنشفش دماغك ما تبقاش عنيد امشي شوية مع الطيار يا باشا اللي بيمشي مع الطيار السمك الميت انما انا قلبي حي ولسه بيدق عارف عارف يا ادم وانا كمان قلبي حي ومايرضلكش انك انت تتظلم ابدا يا ادم ثقفية ثقفية وزي ما قلتلك المرة اللي فاتت الكلام اللي انت هتقوله هو اللي انا هقوله هو اللي هتاخد بي المحكمة ثقفية ادم ثقفية تحلف تفبت ربنا لا تخافش والله العظيم ثلاثة والله العظيم الكلام اللي انا هقوله هو اللي انت هتقوله هو اللي المحكمة هتاخد بيه ومش هسيبك يا ادم وأوعدك مفيش حد هيلمسك وخد قسم عليها هيا ادم قلت ايه وانا مصدقك ايه وانا مصدقك اعلن مصدر مسؤول بوزارة الداخلية انه قد تم القبض على الارهابي ادم امين عبد الحيل جاء ذلك بعدما وصلت معلومات من الجهات الامنية الملتصة بان الارهابي كان يختبئ بمدينة الارث ابداوا عليه ابداوا عليه هستر يا رب انا لازم اروح له ماينفعش اتروحي له اساسي يا انا انسي وادي شوية منروحك ليا حيفيت بايه ولا حاجة انا ممكن اروح له منزود ان انا من جامعية حقول الانسان واخده محامي معايا عين العال يا ابني آدم أمين عبد الحاي طالب في سنة رابعة بكلية الأداة بقسم اجتماع جمعة القاهرة بتعمل قصائق بتوسيل الطلبات للمنازل السن 28 سنة ومقيم في بولاء أبو العلم آدم انت متهم بقاتل شخص أمريكاني على الأرض مصرية وسرقته والانتساب لجماعة إرهابية دولية ايه رأيك في الكلام ده يا ده؟ باش الكلام الحضرات بولته ده ما فيهوش حاجة صح غير بياناتي ومانا انتهلت فعله لا يعني انت يا أدم بتعترف بقتل الأمريكاني؟ ايه باش انا اعترف بس هو اللي كان عايز يقتني الأول وانا كنت بدفع عن نفسي ان هو كان عايز يقتلك وانت كنت بدفع عن نفسي ده على اساس يا روح حمك ان احنا لقينا جسيته مرمية في الحمام بتاع بيتكو كان بكبانين؟ لا يا باشا على اساس انك رأيتوا جسيته جانبت لاب السلاح بتاعه في فلتوا ايه وداكنك؟ كنت بقى اصل طلب طلب ايه؟ بيتزا كلام ده كان حولي الساعة كام؟ 8 او نص كنت فين قبلها؟ المحل قدم انت بتعاوتين لبساعة؟ لا يا باشا عمار عرفت انها 8 او نص من ايه؟ من المعاد المكتوب في الأولدر بقى لك يا دي بتشتغل في المطن اسبوع يا باشا وقبل كده كنت بتشتغل في ايه؟ في المحل اسم طول بكبابي وسبتوا ليه؟ عشان صاحب المحلش تامي ريتشارد هو اللي فتح لك لموادية الأوردر؟ لا يا باشا ما اللي عرفت منين الامريكان اسمه ريتشارد؟ بالجرائد والتلفزيين ما المين اللي فتح لك؟ سمعت شرف مين اللي فتح لك؟ الباب كان مفتوح كان في حد معا جوه؟ كان في حد معا جوه؟ لا يا باشا كان له واحد فاجاة سعارينا ملي فاجرنا عيار صغيرة؟ دا انت كلب ملكش دي تربية مرتشي يا ابن ستين كلب ما البرك يا باشا في اللي خلىونا كلاب ملهاش دي مرتشيين واللي خلىونا كلاب ملكش دي مرتشيين واللي خلىونا بكلب زي ساعدتك يعمل فينا كده جيئت أمك يا أدم يا إلهي نعلقك وأخليك عبنك كل من الفكر يقفوش يا زمان أدم أنت كنت بتعرف أنك أنت هتاته لام من فضلك اطلع برا أنا المكاني مش هنا مش هنا يعني دخلت كلية الشرطة عشان أدفع على هؤل الناس مش عشان أدرحوهم يا رب ادخل مساء الخير عشان بيه تعال يا بشماندس ها وصلت لحاجة؟ الريكوفر تم بنجاح والفيديو هو الحمد لله الحمد لله أخيراً بقى عندنا دليل براية قادم عيدة فين بقيت الفيديو؟ بقيت الفيديو باز بس الحمد لله نحنا حصلنا على الجزء ده برافو عليك بشمانس سيف باشر أنا طلعت الصح يا باشر وإحساس اللي ساعاتك عادت تتاري عليه طول الوقت هو اللي انتصر في النهاية ايه التخريف اللي على الصبح ده؟ ده مش تخريف ساعاتك دي الحقيقة اللي ساعاتك مش عاوز تصدقها بس يمكن لما تشوف الفيديو ده تتأكد وتسلم ان انا اللي طلعت صح ايه ده؟ ده فيديو الكريم اللي احنا ما ندور عليه؟ لقيته الارض لا دي نسخة من الفيديوهات اللي كانت على الارض نسخة الفيديو ايه بس جريمة واضحة قدام ساعاتك انها جريمة دفاع عن النفس مش جريمة إرهاب انا ايش ضمنني بقى ان الفيلم ده مش ملوف فيه ملوف في ازاي؟ ده فيديو فيديو يعني صورة حية هيتلاقي فيه ازاي؟ يا شام فيه ناس قادرة مني ومنك في الحاجات دي وما تنساش ان ادم عبدالحاي منتمي لمنظمات الرحبية يعني بالنسبة له بقى الموضوع ده في منتهى التفاهم يعني يلعبوا في الفيلم ويعملوه على مزاجهم عشان يفاشكلونا القضية ويطلعوا الواد براءة هم اللي معترفين ان هم اللي عاملينها ده بيفتخروا بدا وبيعتبروه شهيد دول ما صدقوا انا بقى مش بصدق ومش هسدق اللي لما يجيلي الارض المفقود فما احتر المباحث غير كده مش هعترف بأي حاجة عدم وجود الفيديو اكبر دليل على ان الفيديو ده مصور وانت على هنا البيت اللي اسمها ننسي اللي انت اقنعتني وخلتنا روحها مش جات هنا واستجربناها وكد بتعليك وعليها البيت دي ازاي ما سعدتك عارف مسيحية تقدر تقولي ازاي واحدة زي دي ممكن تتعاون مع ارهابي اسلامي متطرف كلهم ارهابيين يا حبيبي الارهاب ملوش لا وطن ولا دين ايه يا شام بيه انت مش من هنا على ايه لو التدليس والظلم واهدار حقوق الناس بقى هم اللي بيحكموا هنا يبقى انا يا باشا ما يشرفنيش ان يكون هنا شام تستطيع تكلمني بطريقة دي ام انا عاوزنا كلمك ازاي وانا شايفك ظالم وبتصلم بريء وقدامك دليل برقت ومش عاوز تعتلك بيه باشا انا ممكن اسألك سؤال هو ساعتك بالليل بيجي لك نوم يعني بتنم ارتاح البال وبالنهار كمان يا حبيبي وباشا اخر الفيديو ده لا انا ولا انت اللي هنفصل فيه ده لازم تعرض انا خبير هو اللي هيحكم ما بينها وبعدين بقى خلينا في المهم البت اللي اسمها هنانسي دي يطلع لها قرار اعتقال وتعتقلها دلوقتي حالا وفي رائع اشترك معايا يا فوق ايه؟ معاك للصبح ليه يا حبيبي؟ معاك للصبح عشان عارف يا أدم هم هنا بيغموا عينهم ليه؟ عشان بيخافوا منكم لما تخرجوا برا لكن انت بقى يا حبيبي ليه تخاف منك ولا انت خارج برا بس انا واخد الى خاطر منك ايه بس؟ مش تسميني عليك عايك بيهات كان بتشاحدف عليك ها؟ مش تسميني بابا عارف يا باش انت بتفكرني بمين؟ بمين يا راح أمك بمين يا راح أمك في واحد زامل ساكن عندنا في المنطور اسمه محمد عجلة كان ما شوالله باشه طول بعرض زي كده بس كان لمواقزة يعني شازز تفكر انه بيه بتزبطة باشا ادرب 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 ايه تفكر فيك ها 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 خالك يا باشي. فيش كهربا. كهربا حشيتني ولا. ايه. 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 ايه 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 ديك واجعتك ولا ايه? جيب لك مسكن. ادربت? انا عايز امك انا. طب انا افتبعت جبالي. رجف امي. مش عايز احترف ليه. مين اللي كان معاك هو انا. انا انت. مشكلة باش انا مش عايز تسمع. انت عايز تسمع لعلى مزاجك بس. عارف يا باشا. شكلك كده يعني كان عندك عودة نفسية. وبعوزة يعني حصلتك وانت صغير. فبتطلع على خالق ده صح? موفقني في الكلام ده. دلوقتي تعرف انا حولك. دلوقتي تعرف. افتع المايا. ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا آه كينا خلاص محمدا يا حبيبي محمدا إيه؟ حمدا اللعندي إيهง بعتني أنت نسائي ككلة إيه إيه الوقت ده يتسعب مربوط كده وبقى توفف ويل شعر حمك لو شوفت الشرع تاني افتح انا عدم عدم ينهر اسوك ينهر اسوك ادم رد علي ادم هتفقه هتولي على مية السعاف وعد هدومه ادم رد علي ادم هتفقه ادم ينهر اسوك ينهر اسوك ادم ينهر اسوك ينهر اسوك ينهر اسوك ينهر اسوك ادم ينهر اسوك ادم 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 ينهر اسوك 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 كنت اخد وعود ان احنا هنساعدك ونقف جنبك عشان انت عارف ان ارا اكتر واحد في الدنيا دي عارف انك انت مظلوم بس فجأة 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 لقيت انه بيحصل غير كده ادم انا حلفت يامين ان انا عيش عمدي عشان حقق العدل فجأة اكتشفت ان انا بقيت بحق الظلم وظلمتك انت اول واحد فجأة عشان كده عدم انت ملزوم مني ان انا هربك ودلوقتي حالا انت مش عايزت اظلمني وعيزنا انا اظلمك انت لو عملت كده تبقى بتدولي نفسك بعدين يا باش انا 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 بجد تعد خلاص ايه يحصل يحصل باش انا انا اصغر بكتير او من اللي بيحصل لي بجد مش قادر خلاص ما عارف يا باشا لما انت اجريت وانا انا ستك ومشيت كنت متأكد ان انت مش هتدرم صوتك وعليك صوتك وعليك كانوا بيقولوا ان انت مش هتدرم صوتك وعليك كانوا بيقولوا ان انت ابن ناس بس بس المشكلة ان هنا بيقولوا كلمة ابن الناس دي على ابن الناس الاغنى مع ان انا متأكد ان اللي اخترع كلمة دي كان يقصد ابن الناس الطيبين محترمين اللي بيخافوا ربنا وانا متأكد ان انت منهم وانا لو مهربتكش دلوقتي حالا تقلبها ما بخافش ربنا وانا بخاف ربنا وهي ادم وعدين هايز اقولك الحاجة اللي يرضي ضميره ويرضي ربه انا انا عبانا لازمين نجيه متلقش علي يا ادم متلقش طب انا يا باش اعملت الارضي ضميري وعملت الزح وقفت مع الحاجة ليه حصل معايا كده ليه ادم في ناس بيتهيقلوا من مومن صلاة وهم فعلا بيبقوا مظلومين قدام نفسهم وقدام الناس بس ربنا وعد وعد قال ان كل عبد من هبادي هاخد حقه 24 اراض وبعدين مش جايز يكون ربنا مستخدمك لحكمة معينة ويا بخت اللي يستخدمه ربه وعدين يا ادم متلقش صوت الحقه هيعلى في ايه مهما عيني صوت الظلم دلوقتي في الاخر صوت الحقه هو اللي هيباني هو اللي هيعلى عشان كده انت لازم تهرب ودلوقتي حالا انا مرتب لك كل حاجة مش فاضل لانك انت تنفسه بس يلا يا ادم يلا ماتبوستش على حاجة انا مرتب لك كل حاجة ماتلقش يلا يلا الراحة قولي ادم قول كل اللي جواك اسمي ادم امين عبد الحاي مواطن عادي هو اعلم من العادي اكبر حلم عندي ان عايش مسطور وكل زنبي اني انقصت بنت بلدي ومرضتش بالظلم انا عايز اللي بيتفرج عليها دلوقتي او يسمعني يحط نفسه مكاني لو ليك بنت او مراتك او اختك اتحطت في نفس الموقف مش كنت حتتمنى انك تلاقي حد اتحط العلان من تحت الارض ينقذها باين شكل وانت من انا عملت كده عملت اللي المفروض يتعامل بس اللي المفروض يتعامل في الزمن ده بالاسل مبقاش يتعامل وقد تم ايقاف المقدم هشام توفيق مضكور عن العمل ويسري قرار الايقاف من ساعته وتاريخه لحين الانتهاء من التحطير موسيقى موسيقى بقهات عسكري دكر يحميك يا موسيقى موسيقى يا عجل يا باشا بنت بتعمل ايه هنا على يا بيتك كنت قطامن عليك يا بيت وحشتيني وانت جذورك وازبطك وبعدين كان نفسي يشوفك كده بقى ميس نوم يا المادام سفريفة يا باشا سفريفة بس الهدومة جاتس على المآسرك يا تأمك يا ابن الكلب منعتك ان معلقتك انت وعيلتك كلها مبقاش نسيف الحديدي طب ليه كده يا باشا لانا حتى ضيف عندك يعني حد يعني معطفك كده ها ده النظيف عندك يا باشا قلت اتأدب مش عايز ها بقى لش قلت اتأدب ايه ده بقى اه امك كلام ده تعمله هناك قل لي يا باشا ايه احساسك مبسوط مبسوط بشويتين دول كده ده ايدالك نعمة كده لي ايه يا صبرك عب بتردعك صماعي ولا ايه صبرة فكرتينك صبرة اخبارها ايه اتأمك اسمها ايه بعينك على فكرة ممكن اضغط عليك واعرف اسم امك والله ممكن بس انا مش واطي زيك ده ان امك ملهاش زمي مهي لو تعرف ان الخلفة دي هتبقى وسخة كده اكيد ماك هاتش خليفتك ولاك جاوزت اساسا صح؟ يا امك من عدقك يا ده محدد يا باي حياء ماشي يا ابن المرتشي ماشي 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 ايه راية قلت تهدى بقى ماشي وبس انا ازعلم منك يا هوا بقى خيبت اظن تلاكي انه وتعذبش كويس تعني هفق ها انا بقى انا بقى النهاردة وسجي علمك حقية جديدة ههههههههههههه تضحك انا بدحكة لعتي ايههههههههههههههههههههههههههههههه بهداء كان تبت حمل ايه آلا minimum يا ابن صبرة ابن صبرة ده هيقلبك مرحة لن بتبتعمل ايه اللي؟ ايه رأيك؟ بتعمل ايه؟ بص كده افكز بقى معايا هاعتلك يا ابن صبرة وحيات عمك ملاعتك السلك ده يا باشا المفروض دلوقتي تعالا كده نجرب مجنة ده شط فيك خلاص 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 يا بابا خلاص خلاص يا بابا على كيس جيفك صح؟ مش حاسس بحاجة طب حاسي بقى مبسوط؟ 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 حيات امك هاي رأيك؟ وانا موافق هدهواك شوية تيل؟ هارجوك شوية تيل؟ يالت ترضى يلا يا شاطر يلا هاي حلو 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 صح؟ كامال مرد عارف امك من عدد يلا ما استحمى بقى؟ هاش تأخرنا على فاصل تاك ها مبسوط؟ مبسوط يا باشا؟ مخطط! مخطط! اللي اقول لي يا باشا صحيح تفرق لو كنت ده جبت فوت خضره من صفره ومن سرقه تفريش يا حبيب تفرق في الرجوله يا الله ينور عليك النفس مقى يا عمالله مر! فين الرجوله يا فين الرجوله اتعرفها في يوم الايام يا بني صبر امك ترح نحطك اهدى شوائح اهدى كده انت حلوة اموك اهدى صحيحك اهدى يا باشا اهدى يا باشا اهدى يا باشا تعالى بقى نتكلم كده راجل لمره اللي اقول لي يا باشا ليه القانون بتاعكو ده ما بيمشيش غير عالضعيف بلاش دي بلاش ليه لما يمشي في الشارع مثل نوابي الواحد من امثالك يسألني عم بتعطي يقولي الشغال ليه يا لها طب ليه يا لها ليه يا لها انتو بعلموك يا باشا الاحداث وقلمتو مثلا اللي بعندوك عقدة وانتو صغارين ناقص بتطلعوا على خالة الا لما تكبروا بلاش ايه هتجي زال فر او ايه لأ هنأجل بقى الموتة نخليها وقت تاني صحيحة باشا نسيت اقولك حاجة كنت اقل لي لو شفت الشارع اعمل ايه اعمل ايه اتفع لوشك صح موسيقى يات امك انها اقتلك يا عدم يا عبد الحايل يبقى اقفل الشباك كويس يا حافر سمعني يا عدم يا عبد الحايل ياتاني يا بخ ويات امك ملاعاتك اه والاوا الروف مصر اقفل اغطلط اغطلط ليه في المياه رجالي وحريمي وبين البنين الشعر عشمان والمرأة اللي بيه والكراميرلة في النص نوارا عالية يا شعر منيه أه أه مهجمي يا أه أه مهجمي أه مهجمي 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 أدم جاي جاي أدم جاي جاي بسراحة دي مشكلة لازم افضلوا مكان انا اعملك ازيون هايقول لي ادم فين اروح مين الى عايز اروح والله اهل عظيم يا فان دبوار لا تتكلمش اسمك عالية ها المفروض السرحوك وراطية مياد ام شعرك داع عمال فبع ركالة البعض أبحث يا شنار والله العظيم معرف والله العظيم معرفه وفيه والله ما عرف بولة كشن عليه والله ما عرف وفيه والله يا فندي معرف وفيه والله ما عرف وفيه لايفتح الماية هيت ام محد خارجوك يا عم اللي كدا يا حين ساعتب فيها لا عايزك تعمل فيها جميلة كده انا برضو حشلها حايزك كده وانت افجأون استرخاء ده تكتبلي كده كلمتين حلوين. تكتب لي قصيدة نهاية آدم عبدالحليم. خس انت كده تحتاج اهم ورقة. انا معايا العلم والاستاند. نهاية علم اهو. حلم! 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 يا كرام الله. في حيات امر. والله يا فاني ما تخرج من هنا لما هتسترجل. ما عمرك ما هتخرج. يا ده انا حيث تسترجل يا. هل تعرف لو قلتلي. ادم عبدالحي فيني. عارف لو قلتلي. ادم عبدالحي فيني. انت كده راجل. نعرف لما اخزة نكتب في بطاقتك ايه بدلا من خانة فاضية. ها? سمعني? هتقول لي ولا لا? انت. 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 انت موسيقى موسيقى عايزي لانسي بغاية الدولات لسه مختافية يا فندم والتحريب بتاعتنا مصلتناش لمكانها لانسي يا اخويا لسه مختافية يا فندم لحد الليل ما شوفش وشي يا اهلك أنا ما تكون لانسي موجودة هنا سمعني خلافي موسيقى 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 اشتركوا في القناة 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 ادم فينا اشتركوا في القناة 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 انا خيّل ان وجوده يشام مدقور حيقدر يحميه مني ما ترازم تفاهموني برضو مين جاي مع مين انا هو يا باشا بين ايديين ساعدتك واللي انت عايز تعمله فهي عمله بس بالله عليك مشيقهم يا اخواتي مشيهم كلهم الناس دي ملهاش اي زنب في اي حاجة واللي تقمر بي سيادتك نفذوا انا تحت امرك بص يا باشا انا ارهاب وقتلت وسرقت انا اي حاجة حضرتك عايزة بس وحيت اغل الحاجة عندك مشيهم اللي هو مش ازنب فيها حاجة باشا انا بصراحة حاجة عشان نبوس على جزمتك زي ما حضرتك قلتلي باشا ممكن اسألك سؤالي قول يا كبير ده الليلة ليلتك اوحش هو انت مقتنع ان انا ارهابي لا سفي حديدي انت بتتكلم بجد وانا عمر هركت يا شاو ما اتكره اللي ايه طب هنعمل ايه دلوقتي في ايه؟ هو اللي في ايه؟ ايه الإجراء اللي هنتخزه دلوقتي ولا اي حاجة ما عليك هتراوح على بيتك وحتفضل مقوف زي ما انت وادا مابد الحي بقى ضيفي هيتعلق وحيتنفخ وبعد ان هي اطلع على النيابة وبعد كده هتطلع المحكمة والمحكمة باتحكم معا احنا ماناش فيها باشا هو انت وضميركم فين؟ ولا لما اخذ يعني النفوذ والسلطة بينسوا الضمير ويخلوا خالق الله بالنسبة لكم اداس هو لو ادم ده باشا كان ابن حد من الوزرة ولا ابن حد من المحاسيب مش كان زمانه ناين في بيتهم اخد انا ابن بلدك ده انا مصري زي زيك انت بتعمل معايا كده ليه؟ ده انا كنت بدافع عن واحدة مصرية كلبه امريكاني ان كان عايز يقتصبه من تالي محسسني ان انا جاسوس هو بجد يا باشا امريكا بتؤمر وحكومة بلدنا بتركع وتطيع فاهمني يا باشا ولا حتى مستخسرين فينا ان احنا نفهم بالزبط احسن حاجة انكم متفهموش ان كلما بتفهمو بيبقى خطر عليكم وبتغلطو واحنا بنحبوكو ما نحبوكو اشتغلطو لا حناينا باشا حناي بمناسبة بقى الحناية ادم انا مجهز لك مفاجئة هتشكرني عليها وتعرف قد ايه احنا بنحبوكو ايه يا ابن ابعتلي ام ادم عبد الحي وامراتو والبيت المسيحية انا فخور بك يا شام انا بعرفك من 14 سنة اول مرة تاخد قرار صاحي في حياتك يا ابن انت مكنك مش هنا انت كبيرك محاسب في بنك تعدي فلو صغيرك ااه انا 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 المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة عادم! ادم! ملاش يا عادم! ارجع سام! ارجوك يا عادم! ارجع سام بياه! ارجع نفسك! اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة